احنا النهاردة تكلمنا عن حاجة مهمة اوي تكلمنا عن الافتقار والافتقار دوت هو باب عظيم من ابواب السعادة الافتقار باب من ابواب السعة باب من ابواب الرحمة باب من ابواب الفضل الافتقار ده هو المحرك اللي بيحرك اهم خمس صفات احنا محتاجينهم في حياتنا الافتقار بيحرك الصدق وبيحرك العلم وبيحرك حسن العشرة وبيحرك الابتقار وبيحرك اليقين يا رب اجعلنا من أهل هذه الصفات واجعلنا يا ربنا ممن يعيشون الافتقار معنا حقيقيا في الحياة اللهم يا كريم نحن فقراءك ضعفاءك مساكينك وقفونا على بابك ولائذون بأعتابك وأنت وعدتنا يا كريم وقلت إنما الصدقات للفقراء والمساكين فعلمنا حسن الافتقار حتى نكون من أهل السعة والأنوار اللهم اجعلنا من فقرائك الذين تنظر إليهم بنظر الكرم والود والعطف واللطف يا كريم أكرم عبادك الفقراء بوصل دائم يا جميل يا كريم يا رب العالمين